نروح لتنزانيا وزملنا العزيز المميز إبراهيم رمضان يقول لنا كواليس وأخبار ما بعد هذه المباراة اللي زعلنا كلنا بسببها راهيم منور الدنيا سعيد جدا بتواجدك معايا أنا سعيد بتواجد معاك أصوص كريم وصباح الخير على حضرتك على كل المشاهدين قولي بقى الأجواء والكواليس عندك بعد هذه النتيجة اللي أكيد مفاجأة للكل أولاً زي ما أكدت أنت كريم من النتيجة مفاجأة وغير متأفقعة بالمجرم الجانية يعني كنا متفاجرين في مفاجأة غير متأفقعة يعني كان يكون عنده قناعة وعنده يقيل إن كذلك النهاردة يكسب مكسب مكسب كبير أو على الأقل هيرجع بالنتيجة إجابية من النتيجة الثانية لكن تقدر أنه ما شاء فعل طبعاً الأجواء يا كريم بعد المتش يعني حالة حزن على الجانية داخل بها صحيحنا في مجاتين الزمالة في تنزاليا هناك لنا كان فيه مستر السوري والجهاز الفني أتكده إنه خلاس المتش ماتش عادة ونقفل الصفحة دي وعندنا مبارات عودة مؤكد بنعيداً أن الزمال القادر يعني الزمال القادر إنه يرجع في القاهرة ويكسب ويتخطط دور دا إن شاء الله بيزيلا بس انهم دلوقتي نقفل وعندنا مباراة مهمة مباراة دينا منزل طبعا في الدوري يوم خميس من جاي اول مباراة الدوري والتأكيد لها حسابات تانية تم التأكيد ان المباراة دي الفود بيها اجي دافع معلوية دينا لمباراة العودة امام ارتف سنار في القاهرة اللي هتكون ايام احد ايام تسعة وعشرين او ثلاثين او واحد اكتوبر ان شاء الله طيب لعيبة نادي الزمالك ويا خارجا من المباراة النهاردة الشعور ايه بيتكلموا بيقولوا ايه قالوا ايه البعض اه يعني انا عايز بس لعيبة نادي الزمالك الناس تعرف هم كان شعورهم عامل ازاي انا بأكد لك يا كريم الناس مش مصدقة العيدة مش مصدقة احنا اخفلنا ازاي العيدة مش مصدقة ام يعني الشيط الاول الزمالك متساعد النقاء صح بمسبة تسعين لخمسة تسعين في المية الشيط التاني اخطاء في الداية المباراة تسببت في هدف مفاجئ ام حصل اركضاك الهدف التاني ابراهيم الاول اوصف لي انت كنت طبعا في ارض الملعب اوصف لي الهدف الاول عشر طبعا حم حد نشاهد فينا الهدف الاول اوصف لي كرة من نصف الملعب ناحية اليمين كان فيه تقتل تقتل عكسية يعني اه حاتل سكر كان فيه خروج اه لصبح من اه من المرمى. اه. لكن كان فيه يعني سوء بالاسف كان فيه سوء اه التوفيق. اه. فالكرة عدت. اه. فحصل استضامة. ده الهدف التاني اللي احنا بتعرضه لك. الهدف انا بروصف لك الهدف الاولاني. اه تفضل. تفضل اه. ملعب علمين. اه. اه. كرة من نص ملعب علمين. فكان فيه خروج وآه ويعني سوء توفيق من محمد صبحي. فحصل اه استضام دينه بالنعد اه حاكم سكر. اه. فالكرة واسنك نعد ان تصرار وشجينا هدف. خطأ يعني. خطأ دفاعي. يعني كرة 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 كريمة قدر اقول لك اللي كرة يعني. يعني كرة كرة ميتة يعني. يعني زي المؤثرة بالمضع. اه المشكلة على وصفك ده كرة ميتة والهدف التاني برضو كرة فيها اخطاء بالجملة. تلات مدافعين بيغلطوا مع حرس. كل الناس غلطت في الكرة برضو. لهدف النهاردة كان شكلها غريب جدا. وفاكري بقى اه يعني يا ابراهيم دي نقطة كبان مهمة جدا. فجي انك تبقى نازل الشوت التاني بعد ما كنت الشوت الاول الى حد ما جيد. تنزل الشوت التاني في اول ربع ساعة تتخطف هدفين. طيب المدرب كان بيقول ايه بين الشوتين اه اللعبة كيتنزل الشو التاني. هو سوء توفيق. هو سوء توفيق. سوء توفيق كريم وكان خطأ. وانت عارف ان الاخطاء وارده في كرة القدم. فسوء توفيق يعني. كان سوء توفيق بنسبة. لهدف الاولان السوء توفيق بنسبة ثمانين في كانت المال. طبعا بجانب اكيد في اخطاء طبعا. ده في سوء توفيق كريم لان الكرة طلعا ممكن صبح يطلع الكرة بس حصل فيك. وفي حصل استضامة دين وبين اللاعب ديني. تمام. الزميل عزيز ابراهيم رمضان انا بشكرك شكرا جزيلا من تنزانيا. مرافق مع بعثة نادي الزمالك خلال هذه المواجهة. مواجهة ارتا سولار الجيبوتي اللي خسرها نادي الزمالك النهاردة اتنين صفر في ذهاب الدور التمهيدي في الكونفيدرالية الافريقية. طيب.